توقف القصف في عدن لا يعني توقف ميليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات من ممارسة انتهاكاتها بحق المواطنين وكالة الويترز وعبر مسؤولين في المجلس أكدت أن القوات التابعة لهم دهمت منزل وشركات لنشطاء وسياسيين ورجال دين مؤيدين للحكومة ووجهت إليهم تهم الإرهاب هذه الممارسات تأتي بعيد أيام من تنفيذ الطيران الإماراتي لغارات جوية استهدفت الجيش الوطني في عدن وأبيان الغارات الإماراتية دفعت المرصد الأرومتوسطي لحقوق الإنسان إلى دعوة مجلس الأمن الدولي للتدخل العاجل لحماية المدنيين من عمليات القصف التي تنفذها طائرات إماراتية وبموازات ذلك أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الغارات الجوية الإماراتية على مواقع الجيش اليمني في محافظتي عدن وأبيان محذرة من محاولة تقسيم اليمن وتصعيد المواجهات المسلحة لا يمكن أن يصب إلا في صالح الجماعات الإرهابية الخارجية الأمريكية بدورها طالبت باحترام مؤسسات الدولة التي تشكل ركيزة الاستقرار السياسي والاقتصادي منوهة إلى أن تزايد الانقسامات لن يؤدي إلا لتفاقم معاناة اليمنيين وإطالة الصراع وأمام ردد الأفعال الدولية المتعددة والمنددة بجرائم ميليشيا الميليس الانتقالي المدعوم إماراتيا والمحذرة في الوقت ذاته من محاولة تقسيم اليمن تواصل الإمارات المضيف سياستها الساعية لفصل شمال اليمن عن جنوبه